بعد قرار الخزانة الأمريكية بحظر التعامل مع سبعة مصارف عراقية أعلن البنك المركزي العراقي حظر هذه المصارف من التعامل بالدولار إضافة إلى مصرف الهدى الذي حضر قبلها بنحو أسبوعين وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير المشروعة للدولار الأمريكي البنك المركزي أصدر وثيقة بأسماء البنوك المحظورة وهي أشور الدولي للاستثمار والاستثمار العراقي والاتحاد العراقي وكردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية والهدى والجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل والعربية الإسلامي ومصرف حمربي التجاري القرار العراقي هذا جاء بعد أيام من زيارة وفد الخزانة الأمريكية إلى بغداد الأسبوع الماضي وبمجب القرار ستمنع المصارف الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي الوضو المالي الأمريكي التقى مع مسؤولين كبار عراقيين ونقش معهم سبل حماية النظامين الماليين العراقي والدولي من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية وخلال الزيارة أعلنت وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد مصرف الهدى قائلة إنه شارك في تحويل مليارات الدولارات إلى جماعة مدعومة من إيران قرار الحذر العراقي حظي بثناء واشنطن حيث أبدأ متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إشادة بالخطوات التي يتخذها البنك المركزي العراقي باستمرار إحماية النظام المالي العراقي من إساءة الاستخدام كخطوات أخرى نحو إصلاح النظام المالي في العراق وحسب تقارير صحفية فإن العراق الذي يعد حليفا لكل من الولايات المتحدة وإيران في ذات الوقت أصبح نقطة محورية في الحملة الأمريكية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران وجهات تصيفها واشنطن بالمشبوهة منذ أشهر طويلة لدى العراق احتياطيات مالية تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة في وقت تعتمد بغداد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصول العراق إلى عائدته النفطية وموارده المالية في يوليو تموز الماضي قرر العراق منع 14 مصرفا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع استهدفت للحيلولة دون تهريب الدولار إلى إيران أن ذاك عبر النظام المصرفي العراقي وستأكدت مسؤولين عراقيين وأمريكيين أن القرار جاء بعد طلب من واشنطن